اشتركوا في القناة 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 رائعة الصراحة وما كدت دابت شوفوا شنو واحد الخالط فاش غادي ندوزها واللي كي خليها مجموعة وما كدت فرتتناش قاع في المقلة صافي هاي كيميك اتشوفو انا جمعتها مزيان خلطها صافي داب هنا يا غادي ندوزو الكيميك تكم الخالط فين غا ندوزوها انا اخدت هنا يا كاس ديالي الطحين ومسن ما كتتاخدوا على حسب الكمية الباطاة اللي درتو اللي غادي اسك فيكم عندي الخرقوم الملحة البزار وكاس ديال الماء عندي واحد الرصد معلقها كتصغر ديال خميرة ديال العجين و واحد رصد معلقها ديال الخميرة ديال الحلوة سوف نضيف الخميرات الحلوة و العجين سوف نضيف الخرقوم هنا يريد أن نضيف زعفران يضيف زعفران الملون يضيفه من الأحسن يبدو أن نضيف الخرقوم يبدو أن نضيف الملح و غادي نضيفه شوي يدي اللي بزر صافي صافي وهنايا غادي نضيفه في هذاك الماء و نخلطه في هذاك الدقيق سنحصله على على القاوم اللي يبغينا سوف نضيفه نخلطه حالكم كيف سوف نضيفه لن ترى حالكم كيف سوف نضيفه تريد أن نضيفه كيف سوف نضيفه كيف سوف نضيفه و لا ترى و لا ترى انا هنا يا غادي نزوحت شوية دي الخرقوم يباش يزيد اللون شوية صاف انا استعملت هنا هذا الكاس دي الماء كامل هاتو ما تشوفو كيجي الخالط هلاكا هلاكا صافي هدنا بوجد هاد نخليوه و هاد يمشون نكور دبا هادك المعقودة دي صافي انا غادي نكورها بحلقة جريسات صافي انا غادي نكمل الكيمياجا اللي عندي دي البطاطا و نرجعوه باش غادي نشوفو نينقليها هاي بطاطا ديالي انا كاملة درتها هكا غريسات صافي تبا هدين دوزو نقليوها انا اقرب لكم هنا باش تشوفو مزيان صافي غادي نتقاو ناخدوا واحد هاكده بطاطا ديك الغريسة و غادي ندوزوها في داك الخالد كما كتشوفو من الاحسن ستعملوها كده واحد جوش فرشيطات باش هتسهل عليكم الخدمة صافي من بعد كان حيدو من هادك الزائد بحلقة و كنديروه في المقلق كندفعوه بالفرشيطات اخرى هنسوا كما كتشوفو كجي سهلو انا نزيد معاكم اه هاده اخرى سما كنغلفوها مزيان بدك الخالد اللي بدرنا كنهزوها ونقطرها من هادك الفائد اللي بقى ديك الخالد دينا ديالتقيق صافي و كنحطوها بحلقة لات المقلق و كنستمرو بحلقة كما قلت لكم ما تخافوش هلا تبعتو هاد اله هاد ما راحي اللي در تراها ما كتتفرتيش في المقلق ابدا وانتما كما هتشوفو معايا قد نوريكم صافي بحركة كنستعنو بالفرشيطة الاخرى باش كن ندفعوها باش كنت تعتابط في المقلق صافي دا بك نخليوها كام نكت تحمرها و كنقلبوها للوجه الاخر على الوجه الاخر اذا ما اتشوفو انا قلبا و ايه كما كتلكم كتبقى مجموعة متخافوش قاع منها اوك صافي كمقا ونقلبو فيها كده حتى قتتحمر من الوجه بجوج كما كتشوفو هناك ناخدو هكده واحدة حتى بسيك ندرو فيها ورقة كي يمسلنا الزيت صاف هي تحمرت ده بغنزولوها كما كتشوفو هورتلكم مرة أخرى باش تشوفوا بأنه كما كتلكم ما كتتفرق عموالو كسبقى مجموعة وشدة فرصها وكسبقى نزيد ديرنا نقية يعني ما كتتفرق عش فيها فغير زعمو وجربوها ركجي مزيانة صافي بحلقة ها هي المعقدة دينا طابت تحمرت وجهت رائعة وكنتمنى تعجبكم وتجربوها ره ناجحة مئة في المئة وانتما كما كتشوفو وكنتمنى ان شاء الله كما كنت تعجبكم وتجربوها ودائما دعموني باللايك ولكومنتر زوينين ديالكم وانتلقى ان شاء الله في وصفة جديدة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر